ايديتو مية مرست الاخوين اللي نضم لهم من عام 78 وصل الى يقين اللي الاخوين هما نحلة انساكت هدفها الوحيد المصالح الخاصة للقيديين بها ولمسألة الاسلام ماهي الا واجهة ابدا الخرابي ويناقضوا لجماعة هذه في الاطور الداخلية اولا ونظرا للاخوينجية في العالم الكل هما سيت انساكت لازمك تدخل لها تولي واحد من قطيع لا تفكر لا تنقد فقد وقع فصله من الجماعة خاطر وخرج عن احد المبادئ الاساسية عند الخوينجية اللي هو السمو والطاعة لازمك تسمع وتسيع وتقول باع اكها اللي كتبه الخرابيوي في كتابه مهم في انه هو نفس اللي يكتبه ولا يقوله كل منشق عن الاخوين منشق فكريا ولا تنظيميا سواء نقوش من يمين ولا من يسار وإلا حتى مجرد مخذول كيف الدعديع فما حاجة دي ما ترجع هي المسألة المالية والقلبة والتشاقليب والكنز والفساد المالي مسألت لميراوش به ثالثا مسألة الخطاب المزدوج في العلاقة بالحاكمين والكذب رابعا استعمال المناظرين وتوريتهم وحدهم كيتحكركب خامسا العلاقات المريبة مع الخارج اللي يصبونه في العلن وأخيرا سادسا استعمال الاغتيالات هاوش نعتيكم في كل مسألة من المسائل شهدت ثروة الخرابوي وانتم قارنوا وحدكم بما يقوله الدعديع اليوم أولا الفساد المالي في هذا الصدد تحدث الخرابوي عن ثروة عن ثروة خيرة الشاطر اللي وصلت وقتها لأربعين مليون دولار في ظرف وجيز جدا واللي هي جاية من طبيض الأموال وتحدث كيفاش التنظيم كيف بداية حرب فلسطين لموا القواعد التبرعات بلغت أربعمائة واثنين وخمسين جنيها مصريا وعطاوها لحسن البنة هذي حسن البنة اللي عاملين وجميع مثال كبير عاد عطاوها لحسن البنة بشبعاتها الفلسطين ومبعث كان ثنين وتسعين جنيه من مجموع أربعمائة وخمسين جنيها كيف سألوه قال لهم لقد دخل الباقي في حسابات الجماعة مسألت انهم لعهد لميثاقي في الثانية أوضح الخرابوي كيفاش قال لي قيادات الأخوين جية كانوا يسلموا كل واحد يغضبوا عليه من جمعتهم الأمن الدولة مسألت الخطاب المزدوج في علاقة بالسلطة حدثنا الخرابوي كيفاش مهدي عاكف مرشد الأخوين كلموها أمن الدولة قالوا له تنحي مرشحين في مصر الجديدة فضح بأحد القيديات ونحاها إرضاء لأمن الدولة المصري اللي هما في العلن يسبوه استعمال المناظرين كحطب محرقة لخدمة مصالحهم يحكي لنا الخرابوي كيفاش كيف خوين جية من تنظيم قتله الخزندار عاد حسن البنة كيف سئلوه على العملية هذية قار راه اللي عملها هو عبد الرحمين السندي وقار راني ما نعرفوش ما عندي حتى علاقة بالعملية هذية فجاءه السندي وقال له قدام الجماعة أنا قتلت بناء على تعليماتك وحصل تدافع بالأيدي وقتها العلاقة المريبة مع الخرش تلقى في كتب ثروة الخرابوي علاقة البنة وقت الاحتلال الإنجليزي بالمحتل البريطاني وأنهم داخل المجموعة كانوا يبررون ذلك بالقول بأن ذلك أسلم للجماعة للدعوة مش للوطن بل للجماعة وعلاقات خيرة الشاطر مع الأمريكان تلقاوها زيادة طول اختيالات يتحدث ثروة الخرابوي في كتابه عن اختيال رئيس الوجراء النقراشي ثم الأزهري الذهيبي وقال الاختيالات داخلة في الفكرة الأساسية متع التنظيم فقسم الانتماء للخوينجية يتم على المصحف والمسدس وأنهم يقولون أنهم يتعبدون لله بأعمال النظام الخاص والنظام الخاص هو كيف التنظيم السري عنه الجهاز السري الكتاب هذي يتكتب عام 2002 ومتاح بليش في انترنت تنجموا نسكو لتقرأوها اليوم 2022 ونفس الممارسات لا تزالوا باقية من قبل الاخوينجية في كل بلاد يحطوا فيها ساقهم زعمة علش اشتركوا في القناة